كما نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة دفاع التجربة مصر عشر بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعدد من ممثل الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري تضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها 250 فرد أثناء بحارها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة من العبارة الجانحة بعد استضامها بالشعب المرجانية وعلى الفور تم الدفع بطائرة وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث للتعامل الفوري مع الحدث باتباع كافة إجراءات ونظم السلام العالمية في مجال البحث والإنقاذ